اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكن كانت الاجواء باردة بشكل عام خلال ساعات النهار تحولت الى باردة وشديدة البرودة خلال ساعات الليل هذه الاجواء المستقرة يتوقع ان تستمر حتى يوم الاثنين قبل تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جديدة تعمل على عودة الاجواء الباردة لعموم مناطق المملكة سنستعرض تفاصيل هذه الحالة تحديدا خلال النشرات اللاحقة لكن نبدأ نشاطنا باستعرض المحاور الرئيسية خلال هذه النشاطة تكون حول درجات الحرارة الاعلى من المعدل تستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم طقس مستقر لكن يبقى الطقس بارد بشكل عام ننتقل أن وياكم إلى خرائط قوية درجات الحرارة في طوقات الجوة المتوسطة من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية ذات درجات الحرارة معتدلة درجات الحرارة تبقى أعلى من المعدلات مثل هذا الوقت من العام لكن تبقى الأجواء باردة خلال ساعات النهار قليلا درجات الحرارة ما بدأت تأثر المملكة بتيارات غربية باردة نوعا الخفاض قليل على درجات الحرارة تصبح حول معدلات مثل هذا الوقت من العام المزيد من الخفاض متوقع يوم الأحد مع اقتراب لكتلة هوائية باردة من منطقة شرق البحر الأبل المتوسط يتوقع أن تبدأ تأثيرات من مملكة خلال منتصف الأسبوع القادم التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة يصبح تقصيرا صافي ثمان درجات مئوية أمن موسى ستة رطوبة مرتفعة والريح تكون شرقية خفيفة إلى معتدلات السرعة نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة يوم السبت 16 إلى 7 الخفاض على درجات الحرارة يوم الأحد 13 إلى 6 المزيد من الخفاض يوم الأثنين مع بعد تأثير المملكة بكتلة هوائية باردة 11 درجة مئوية كحرارة عظمى أما السعر 6 درجات مئوية مع فرصة لبعض زخات من الأمطار إلى هنا تنتين شرطنا للقاء ترجمة نانسي قنقر